لما بنيجي نتكلم على رفع المناع نمر واحد التطعيم نمر اتنين اصيام بشرط ان احنا ما نعملش امتلاق وامبوز جسمنا بالسكريات والمقليات والمسبكات وانا قلتلكم الكلام ده في الحلقة السابقة لان الامتلاق والسكريات والحاجات دي المالحاجات اللي بتكسر الكولاجين ومن الحاجات اللي هي بتزود فرصة حدوث الشيخوخة المبكرة الشيخوخة هتحصل هتحصل لكن في حاجات بتقل الشيخوخة لكن الجزء اللي احنا بنعمله بادينا مقليات مسبكات مخبوزات حلويات سيمين شربة فتلات حاجات من الحاجات اللي هي بتساعد على تصنيع الكولاجين عفوا مش تصنيع وبتساعد على عدم تكسير الكولاجين تصنيع الكولاجين انا حكيتها لكم في المرة اللي فاتت مرتبط بالاحماض الامنية اهمهم البرولين وده موجود في البقول وموجود في الاسماك وموجود في اللحوم البقول غني بهذا الكلام والاغذية الغنية بفيتامين سي والاغذية الغنية بفيتامين سي والاغذية الغنية والاميجا والاميجا فجزء في التصنيع لما حكيت لكم علشان نقلل يعني بنساعد الحفاظ على الجسم في معاده علشان ما يبقى الشكلنا اعجز من سننا فالتلبك المعوي بيجي باللبن وكل مشتقاته الحاجات الصحية عفوا الزبادي لكن بيزيد باللبن وكل مشتقاته بيجي مع البصل والطوم يعني دول اكتر الحاجات اللي يعملوننا نعمل الانتفاخ المقليات المسبكات المخبوزات فعشان كده لابد ان احنا نتجنب كل ده